السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير متابعين الكرام متابعي قناة الطبيعة والسفر أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الجديدة التي ستأخذنا إلى هذا السوق الذي يقع بالقرب من مدينة حمد في مملكة البحرين وموقع هذا السوق يقع طبعا على الشارع ولي العهد بمحادث الشارع الشيخ خليفة بن سلمان أو ما يعرف هنا بالهايوي طبعا نضع لكم الموقع في صندوق الوصف شباب فأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الجديدة هناك مقام النخيل شباب بيكون شارع الشيخ خليفة بن سلمان وهذا هو امتداد شارع ولي العهد كما تشاهدون هذا هو امتداد الشارع هذا السوق يسمى سوق الفخار سوق الفخار طبعا السوق صار له فترة طويلة قبل اول ما فتح هذا المكان او فتح هذا السوق كانت دكاكينه هنا تقريبا يعني معدودة على صابع اليد وكانت فقط تبيع الادوات والمواد الفخارية اما الان فالسوق صار كبير جدا وانقسم الى قسمين هذا السوق تباع فيه الادوات الفخارية والسوق هناك محل الاشجار هناك يبيعون فيه شتلات فانقسم الى قسمين قسم للفخاريات وقسم للشتلات الزراعية راح نغطي لكم الجزئين على السريع ونسأل الله التوفيق راح نبتدي بهذا القسم قسم الاخشاب طبعا في البحرين خصوصا حاليا في فصل الشتاء الشباب يروحون يخيمون في صخير يحتاجون حق الخشب لاشعال النار وهذه الاخشاب تباع هنا ما ادري بالضبط كم الاسعار ولكن هذه الاخشاب تباع لمنطقة صخير والتخيم طبعا هاي الكراسي والطاولات اذا واحد طبعا حاب يشتري منهم وهاي العصي ما ادري مكن حق الاخيام استخدمونهم وهاي سعف النخيل كلها تستخدم في بناء و تزيين البيوت الكلاسيكية ما تشاهدون السلام عليكم كيف الحال بديكم العافية شو رايكم في هاللمناز هادة منازل اطفال سبعين دينار سبعين دينار هذا المنازم الجهال اللي صار سبعين دينار قبل كنا نشوفها الحين اختفي من البيوت هاي من جريد ها شوف حجي دعونا لمحلنا راح نشوف يراوينه المكان اهني هاي منازل في هالحجيم وفي اكبر طبيعية حق استخدام حق الاطفال هاي بعض حق الاطفال هاي المنازل الجريد القديم هاله هاي كم سعره القديم دي هادة الخمسة عشر دينار خمسة عشر ما شاء الله المكان حاشد عندك هني اللهم مزيد وبارك ما شاء الله يا الله الله يزيدك من الخير ان شاء الله هاي المنازل الكبار هلي اه هاي واحد كبير اي هذا حجم كبير ما شاء الله اي هاي حق حتى الرجال يقعد في اي كبير والله كم سعر هادة بعد خمسة وعشرين دينار خمسة وعشرين دينار اي لأ ثلاث سنوات اربع سنوات عادي عادي اي كبير اي والله اي نخيل الاحسان اي نعم هذا يقول لكم الحج ما تعرفنا عليك حباس العصافرة حباس العصافرة يقول لكم هادي جريد الجريد وهذا وليه ما للحساء هدنا البحرين خلصوا النخيل اللي عندنا في البحرين هدنا البحرين حتى اللي يسوونها الله يرحمهم الله حجي سلماء القفاص مال السنة بس اي الله يرحمه حجي سلماء هذا اقر صناعين اليه في البحرين في البحرين الاحيب موجودة شباب بس اسعارهم وماجهة اه فوق يعني اسعارهم في واحد في دارش ليبي نعم اي لحن شغال اي لحن شغال اي لحن شغال بس اسعار فوق اي هذا المحل هني اذا حابين تشترون شي هالاشياء الموجودة سفر حق الطعام هفات كل من سعف النخيل اشكور يا استادي الله يرحمه لديك شكرا اياك الله وهذه الخيوط اللي تستخدم في شذ بعض الاغراض بعد من سعف النخيل فالنخلة النخلة وامكم النخل اذا مالت سندوه وهاي الخزفيات اهني طبعا المنطقة المشهورة عندنا بصناعة الفخار هي منطقة عالي قرية عالي طبعا هاي كيل لشغل شغل عالي طبعا قرية عالي شوفي اشلون هذه كل خزف شي ملون ايه ذكرون الحصالات وزمال الحصالات محمد كم هذي حصالة حصالة هذي خمس ربيات هذي خمس ربيات او خمسة ريال سعرها اشياح الوهني طبعا كله من خزف طبعا السوق كبير احنا نغطى ليكم شنهو ونخلي شنهو بس مثل ما قلت لكم يختص كله بصناعة الخزفيات فخار ما فخار ايضا لحبون المشاوي وما مشاوي عنكم هذولين الدوات اللي يحب يشوي يقدر بعد ياخذ ليه واحدة من دولين ويروح صخير اول استراحة عندهم ويشتغل يشوي على كيفه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن شوف هالاشغال هذي الصغيرة تعجبني انا طبعا حروف كما تشاهدون خل نسألكم عن جسمه محمد كم واحد كم عليجي انا طبعا دينار انا طبعا دينار يقول لكم الحبب خمسمائة فلس والثلاث الحببات وحدة ثنتين ثلاث بدينار تبعد بربعين دينار صبغة فينا يعمي حesterol وكيف يقام عزر يرى الهزة إن شاء الله يوجد من المشكلة ومشكلة سوف يرى دستقونت قليلا هذي كم 4 دينار؟ هذا 4 دينار 4 دينار جيد هذا الصغير هذي كم؟ دينارين ودنوص هذي هجم كبيره هذي قلطة دينار هذا جليب ستة دينار جليب ستة دينار ستة دينار هل هناك داخله؟ أمليت؟ هذا لحظة ها فقط جيمة هذي هذي الحديث من الخيبار ها 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 هذي فيبار فيبارا؟ هذا ماي جيبت هذي جيبت هذي زينة هذي جيبت هذي مالستامل المايا وماشالله هذي ماشالله هذي كم بعد؟ هذي 5 دينار هذي 25 دينار إن شاء الله في دستقونت إن شاء الله بعدها داك حلو مع نرجلة نرجلة هذي 8 دينار بيدون هذي قرشة دينارين ايه في باد بصري 3 دينار هاي بصري هاذا بصري هاي البصري ها 5 دينار هاي 3 دينار 3 دينار 5 دينار احنا نسمي هاد قدو قدو هاي قدو بصري ايه عرفتون لسعاد كم الشهر مع البحرين فيه تخفيض 1 دينار 1 مواجد حلو خلي حق زينة هاي شوف محل عامر ان شاء الله طبعا هذا المحل غير ذاك المكان اللي من ساعه 3 دينار فيه 500 دينار فيه 1 دينار 1 مباخر ها ايه هاي من وين يجيب هذي هذي هذا؟ ايه هذا مال برا؟ شاينا شاينا كم هذي واحد بعد يجي؟ هذي 4 دينار 5 دينار 6 دينار كبير كبير يجي يعني هذا 6 دينار 5 دينار هذا 4 دينار ماشكور انت شنو اسم؟ اسم فاروق هذي محلات تراث البحرين صورة البحرين؟ تراث تراث البحرين تراث البحرين تراث البحرين محلات تراث البحرين هذي مالحصالات شكرا 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 مالحصالات مالحصالات اتراث البحرين السوق كلها طبعا شغلات فخارية والاصل قم قلنا لكم فعالي هناك في الدوغة شوف واي السفرة حلو دي خلنا نشوف سعرها شوي كم محمد محمد سفرة كم سعرها دي ستة دينار سعرها ستة دينار دي شوف صناديق المبيت احنا نسميها في البحرين اتنعها شنو نسمونها ما دي طبعا كل شغل بحريني كل شغل بحريني هذا هاي الصندوق حلو محمد كم الصندوق هاي المبيت حلو هاد 100 دينار 100 دينار يقول لكم الصندوق دا الكبير وهذا واحد صغير وهذا باللون الابيض لا تخافون شباب بنخليكم الموقع واللي حاب يجي يشتري إن شاء الله تكون الأسعار ترضيكم كيف هالما بخرش كبره ما شاء الله هذا أيها الأحبة مكان آخر زين عند هاي البيبان ما لزينة كما تشاهدون وأيضا عنده الصناديق هاي المبيتة دولين صغار وسطين حمد كم صغير خليجي هنين طبعا الاشترون هني أغلبهم آسيوين كم سعره هادي خمسة دينار هاي خمسة دينار قليل أربعة ونص هاري هاي آخر أربعة ونص آخر أربعة ونص شغل البحرين لا هادي صغير ثلاثة دينار أوكي هادي ثلاثة ونص أربعة ونص أربعة ونص كبير هاي كم يجي خمسة هاي سبعة هادي ثمانية مانية ما شاء الله هادي ثمانية ما شاء الله واقيد شغل زين كل شغل بحريني مثل ما قلت ليكم اللي حاب هالسوالف هادي الكلاسيك يمرهم هني ويشتري له محل هاي بعد طارس شوف شباب هاي صور بن رامية حق السوق بلليكم السوق كلش كبير المحلات متعددة والأغراض مختلفة طب وتخير يعني في المجمل كلها شغلات فخارية هدايا عصالات هاللي يحبون القداوة والنار جيلات زين هادي تشوف ركني هني الهدايا هاي أشياء الحلوة دي الصغيرة التحف هاي لا تخترب ولا شي يعني حتى لو يمر عليها فترة طويلة من الزمن ما راح تخترب لأنها من فخار والصناديق المبيتة هادي كما هني بعد الاسلال هاي بقى اتعمر لأنها مصنوعة من سعف النخيل فاتعمر فترة طويلة تاخذ سنين وسنين شوفي شلون الحبلة هني في ناس يحتاجون هاي الحبلة ترى ما شاء الله وهذا شي يسمونه السميم سمة مصنوعة من الاسل استخدم للثقاف في البيوت القديمة كانت زين هادي يسميها احنا من لالة يحفظون فيها الطعام قبل عن طبعا القطاوة وعن الحيوانات يعلقونها فوق لأنه ما كان مثل هاليج يحطونها فوق عشان ما يقدر اي حيوان صغير يوصل لها بس يا جماعة الخير هاي شنه دي كأن قوس شي يعني ما شون اللي عنده فكرة عن هالموضوع ما هي والله كأنه فخ يعني نفس الفخ شوفي شلون هاي كله لسلال دولين حق حفظ الطعام قبل وهاي شغلات فخارية حلوة طبعا هاي زين هم زين بهم البيوت هاي طبعا طلصق في الطوف تشي طلصق في الطوف زين إليها مكان سكاريب هني تحت تلصقها في الطوف تكون شكلها جميل و حاب بتخليها نفس اللون أو تغير لونها مع لون الجدار مع البيت على هواق هاي الأشياء المخرمة الحين الموديل طالعة الأشياء المخرمة هذي الحين حاليا الموديل وهاي شباب عندكم بعد مال القرآن حامل القرآن الكريم ان شاء الله تبارك الرحمن المكان كبير ده هلا دولين طبعا للبريق وين مع الشاي ده الغوري مع الشاي شوف طالع انت بس طالع 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 اسرائيل صار اللي حاب يحط في بيت بعض الشاي من الخزف هاي نافورة مثلا هاي نافورة الحلوة هذي هاللون هالوردي او عندك هاي النافورة الثانية زين يقدر طبعا يزين واجهة البيت بهاي السوالف وهاي المصنوعات الخشبية ايضا في البحرين كلها صناعة البحرين راح ننتقل بكم الى القسم الثاني من السوق واللي يخص طبعا الشطلات النباتية طبعا مثل ما قلنا لكم قبل هاي السوق كان يسمون سوق فرح على ما اتذكر ذبل شم سنة اول ما فتح كان شم دكان صغير الشباب هني يجون يبيعون ما الشغلات ما اللي هو الفخار ولكن مرور الوقت السوق كبر وكبر وكبر فصار سوق ما شاء الله هذا هو السوق الشتلات الى جانب طبعا سوق الفخار هذا هو السوق الفخار وهذا هو سوق الشتلات السلام عليكم اشلالي 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 احين عندكم موسم الورود نحن بفصل الشتة الورود هذي حين تقدرون ازرعونها ازاي يونبها بيوتكم شوف كل ورد ورد يا ورد السلام عليكم موسم ماذا سورة سورة دينار اشترك السماعي يقول لي سورة دينار هاي ليمون ليمون هذه هاي هي يوتيوب اشترك ماذا كلام سوى نحن عبر بحرانيين عبر ما يناسب بحراني احب انت ايشاديق نحن احب نحن نحن اسبوب شعب ان اسبيشيال اسبيشيال السبيشيال ايه اسبيشيال دسكنت يقول لكم اللي جون من صوب القناة اسبيشيال دسكنت كم لومي؟ كم هادي لومي؟ هادي هادي سباطعشة دينار سباطعش ايه هاي شنوه الصيني هادي لي؟ هاي كيني هاي سباطعش سباطعش ما شاء الله يعني ميون سبعين ريال هاي شنو يسوي مني بعد؟ هذا بابا تبيعه هاي بابا تبيعه؟ ايه ها ها هي بلوز انه جمعا ها واحد بلوز صغير ها هي ها هي ها اسا اي نقلل اي ويله ويله الى دكان ويله ويله ما اي كم بلوز هذا ستين ريال ستن ريال اه سودي ستة دينار بحريني بحريني ستة دينار اسكنداري ها هي وذا شنو اسكنداري اه تمام ما اسم مرشا لي؟ هادي؟ انا اسمك سهل لا مكان دي شنوه؟ مكان ما في اسم هذاك شبيلية شبيلية ما في اسم شوف مكان زين اسعاره زينة هاي مكان حق الشتلات هني كل شتلات مواقب حلو طبعا ايضا يبيعون الاسم هني كم اي صغير؟ دينارين دينارين اصفر هداك؟ اصفر اربا ونص اربا ونص هاي ابيض؟ ابيض خمسة كم كيلو؟ صبعين هادي خمسة وعشرين اي شنو شجر هادي؟ اي شكل بونسة بونسة خمسة وعشرين دينار ما ما شاء الله اي شعرف نحن هاي مال زينة اي كم هادي؟ مال هصينة؟ زينة زينة مال شو حلولة كم هادي؟ خمسة وعشرين دينار بحراني خمسة وعشرين؟ ماشاء الله غالي شوف هدولين المشتركين الجديد في القناة كله بنغالي شكرا 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 هادي ايضا محل ثاني حق الشكلات ما نبغي نسأل عنا اسعار هم وهذا شوف اهني يا سلام سلم في قلوبنا شوف اشلون كله عاطين الزهور قدام المحل لان يعرفون هدولين كلها سوين لي بيعون ترانين ان هذا موسم الحين موسم الزهور موسم الزهور وهاي طبعا كلها زهور موسمية يعني بعد ما يخلص الشتاء نقول لي باي باي كلها يموت الاشجار الدائمة طبعا وراء مخلينها وهاي من النوع اللي يتعلقون فوق لهم حامل كما تشاهدون هاي الحامل تعلق فوق الله السلام عليكم هادي شركة هادي هادي شركة اه ماشتل ماشتلوا هاي ماشتلوا هاي لواي الذهبي زراعي هادي رخيص هادي رخيص كم هادي اثنين هبه خمسة روبية اثنين هبه بعد هادي سبن هندد خمسين فاس هادي هادي كم سب ربيات ونص هادي زلبارة زلبارة شوف اسامي الورود هادي ابياض هادي خمس ربيعات خمس ربيعات هاي شنه اسم بعد هادي فراولة والله انا اسامي الزور ما اعرفها يعني صراحة ما شاء الله هايو قردينيا هادي قردينيا كم بعد هادي هادي دينار واحد دينار ما شاء الله عشر ريال قردينيا شوف كلها دولين اشجار هنا عندكم هاي السوق حمال هاي كم هاي اربا دينار هاي واحد حلوانه شفتها في مدرسة ام الزحر ما شاء الله تفتح وردها كبير خمسة دينار خمسة دينار لا خمسة دينار لا شنه اسم هاي خنا نعرف اسمها شنه اسم هادي هادي برهامة 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 اي برهامة شوف هاي الاشجار اللي الدائمة مثل الموز وغير الموز هذا خلونها ورا والاشجار او الزهور اللي موسمية قدام فهاي شجرة حاملة هنيه ما دي شنه اسمها بعد بس كأنها كأنها ما دي دي كل مرة صورناها بعد ولا عرف ما شنه اسمها بس كأن الشباب اللي في القناة خبرونا عنها والله نسيناها فهاي جولة عرفتون الاسعار تقريبا اسعار الاسمدة واسعار الشتلات وهذا طبعا المكان بيعون فيه ادوات الخاصة بالزراعة والاصصات المواد اللي تستخدم في الزراعة وهدولين عندكم هني البذور البذور وهذا علمنا يظل خفاق الى الابد والى هنا شباب نختم هذه الجولة على امل ان نلتقي بكم في جولة جديدة من تغطياتنا المتواصلة لقناتكم من الطبيعة والسفر فنرجو ان تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة شكرا جزيلا شكرا